بص انا اقول لك حاجة لسوق حظي انا بيب جورديولا مدربش اي فرقة بشجعها وبحبها في اوروبا لسوق حظي بس انا مؤمن ومقتنع 100% ان بيب جورديولا ده اعظم مدرب جي في التاريخ اعظم مدرب مرتاح يعني هو بقى اصلا انا بس انا بحب زيني دينزدان احب انشلوتي احب مورينيو احب السيل اليكس فالكسون بس هيفضل بيب جورديولا اعظم مدرب في التاريخ انا مستوى الاداء والشغل الفني والتكتيكي في الملعب اللي محدش بيعرف يعمله غير بيب جورديولا وطبعا طبعا طبعا على مستوى الارقام كلها ارقام بقياسة يعني عشان انا بس بحبش اتكلم بس ع الارقام وانا كانت الارقام دي الكفاة يعني بس بيب جورديولا انت انا ما بتفرق او ما ليش انت بتتفرق انت مسلا فرقة بتشجع انت اي فرقة بتشجع بقى ارسنان بتشجع لفربور منتشيستر ينايتد بتشجع ريال مدريد بتشجع باير ميونخ لو بتيجي تلعب مع بيب جورديولا او قدام بيب جورديولا يعني انت بتقول ايه يا رب معجزة يعني ان شاء الله نكسب زي كده ما حصل مع ريال مديد في اخر مباراة تتشقلب وتتلغبط وتعمل اي حاجة بس ان شاء الله نكسب عادي ان شاء الله يعني بس عمر ما كانت مباراة قدام بيب جورديولا سهلة او مضمونة عمر وعمر ما مباراة كان لفريق بيضربه بيب جورديولا ما كانش هو الطرف الأفضل حتى لو خسر تفاهم الفكرة؟ يعني انت محتاج توفيق كبير جدا عشان تكسب بيب جورديولا وتكسب أي فرقة بيضربها للأسف يعني ده موتي لقوا بيب جورديولا ده بصراحة متعب يعني مؤذي لو عارفت ايه انا لو لعب في فرقة من الفرقة اللي هي المنافسة لبيب جورديولا يا دي النيلة هنرايح لعب بيب جورديولا النهاردة وانت حرفين بتلعب بيب جورديولا مش بتلعب الفرقة بتاعته ليه ترى وبصيت على لعبت مانشستر سيتي اه انت بالنسبة لقواة كل الأسماء المجوعة ده افضل لعبها في العالم بس طوال تتخيل كده هو برناندو سيلفا لو مش في السيتي كان عمل ايه اه دي بروين لو ما كانش في السيتي كان عمل ايه طبع انت هتقول ايه لا يعمل ايه بجامدة هقول لك هم جامدين جدا عشان بيب جورديولا خلاهم جامدين جدا ها دياز ايدرسون ووكر كل اللعبة دي عد بقى زي ما انت عايز هم لعبة مش افضل لعبة في العالم بسيبك من هلم بقى هلم دي قصته وقصة كده من ساعتنا توالد دي يعني بس اللعبة كلها عمر واحد فيهم مثلا كان هو اللعب الاسطورة بس كلهم جامدين جامدين اول يعني ما عندوش مثلا في مانشستر سيتي ميسي ما عندوش في مانشستر سيتي كريستان نالدو ما عندوش في مانشستر سيتي زين الدين زدان ما عندوش في مانشستر سيتي الظاهرة رونالدو ما عندوش انيستا ما عندوش اللعبة دي الاسطور دول بس عندو لعبة جامدة خلاهم جامدين كفريق يعني